مكمليين كلام عن السحرة المستديرة والحديث عن يمكن المباراة المرتقبة اللي الكل في الحقيقة مستنيها واللي هتجمع ما بين النادي الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الافريقي ان شاء الله بكرة يمكن النادي الاهلي هو بطل افريقيا وايضا اتحاد العاصمة بطل الكون فيدرالية فعشان كده الجميع يعني بينتظر مباراة قوية مباراة يكون فيها يعني قبل مين اللي هيفوز ومين اللي هيخسر نتفرج على يعني كورة ممتعة خلونا نتكلم عن تفاصيل اكتر في هذه المباراة وكيف سوف يكون الشكل النهائي لي يعني الخطة لكل فريق من خلال ضف نواة الناقد الرياضي الاستاذ سامح سمير صباح الخير يا سمير صباح خير يا زحمة صباح خير يا سمير اهلا بيك يا سامح مباراة قوية اه طبعا مباراة كل منتظر يعني هذه المباراة بشغف ويعني فضول كبير اوي اعزونا اعرف اللي هيحصل طبعا انت بتتكلم ان الناد الاهلي بيخرج من بطولة بيدخل في بطولة تانية بتتكلم ان هو يا دوبا خد له اسبوعين راحة كده لعيبة راحة سلبية بعدين راحوا على النمسا يشموا نفسهم شوية كده يعني اسمنا طلعين معسكر لكن طبعا حقهم يشموا نفسهم بقالهم حوالي خمسين مباراة في موسم طويل جدا طويل عريض اكثر من خمس بطولات الاهلي حصل عليهم هذا الموسم المنقدي فطبيعي جدا انك انت خلاص انت نادي بطولات نادي عندك ثقافة الفوز بشكل مستمر بترجع تانية الثقة لجماهيرك بعد موسمين كان عندك ازمة في الدوري المحلي وعلى مستوى دورة ابطال افريقيا فالاهلي بيصالح جماهيره بكل لغات العالم يعني حبيت اقوى العالم على رأيي الأغنية لكن طبعا الاهلي بيبتدي موسم جديد وبطولة جديدة بطولة معنوية في المقام الاول لعبت النادي الأهلي مهمة جدا لمرس الكولر للسفقات الجديدة للجماهير طبيعي جدا وعلى مستوى البطولات ان حائط بطولات الاهلي او قلعة او دولاب بطولات الاهلي يدخلوا بطولة جديدة نتمنى طبعا أن تكون البطولة مصرية عشان الناس تنسى الانتماءات شوية. ما تنساشنا أن الآلي بيمثل بلدك في السوبر الإفريقي. اللي هتلاقي في السعودية إن شاء الله. حي. طيب. الأزمة اللي حصلت بعد مطش مصر وتونس. هل ممكن نشوفها مؤثرة يمكن على اللعيبة في الفترة الجاية. ده طبعا بسبب إعفاء اللعيبة الندي الأهلي من يعني أنها تأثر بقى على الفريق دلوقتي. هل ممكن نشوف ده؟ تؤثر على الأهلي ولا يعني على المنتخب؟ لا طبعا لا يوجد تأثير على حاجة. هو كل الحكاية بس ببساطة عشان الناس تبقى فاهمة. الأهلي عنده مباراة مهمة جدا في السوبر الإفريقي. مباراة مصر أمام تونس كانت مباراة ودية. آه في التوريا كان نفسه أن اللعيبة الأهلي تبقى موجودة. لكن الراجل متفاهم. امتحاد الكرة بيحاور أنه هو يرضي جميع الأطراف اللي بيوصل لي صالح الكرة المصرية. طبعا كان نفسنا أننا نفوز على المنتخب التونسي. كان نفسنا أننا نقدم مباراة أحلى من كده. خاصة أن في التوريا كان الراجل تاهي شوية. ففكرة أننا عندي عناصر أساسية غيبة من... من العيار الثقيل بردو. طبعا ما نقدرش ننكر. وفي فرص كم من الفرص اللي ضيعناها في الشوت الأول. طبعا ما نقدرش ننكر. الكل عايز يروح لسكة أن المنتخب خسر المباراة بسبب غياب لعبنة الأهلي. طبعا ده أكيد ده دور. أكيد طبعا عناصر الأسية مش موجودة. الأعماد الأسية مش موجودة. ده بيدي ثقة. بيدي راحة لفيتوريا. بيدي شكل للمنتخب. ولكن في النهاية برضو أنت منتخب كبير. أنت منتخب المفترض. أنك أنت يكون عندك من الصف الثاني والصف الثالث. اللي بي أنك أنت تقدر تقول أنا عندي منتخب للفرعنة. لكن أنا دايما بقولها والناس بتزعل مني من الكلمة ديت. أننا من بعد 2010 أنا ما عنديش منتخب مصر. إلى الآن. إلى الآن. أنا لسه ما شفتش أنياب لمنتخب مصر. حاولنا على استحياء أن نصل لنهاية كاسهم أفريقية مع كارلوس كيروش. ومن قبليه في 2017 أمام الكاميرون. ولكن أنت لسه هيبت المنتخب المصري الكبير في أفريقيا. يعني أنت بتحاور أنك أنت تسترجعها. بتجاهد في سبيل هذا الأمر. الراجل طبعا حاليا بيصعى أنه هو يعمل منتخب قوي. لكن هو لازم يلاقي أكثر من لاعب وأكثر من مركز. ما ينفعه لكي أنت تعتمد على لعيبة بعينها. سواء كانت لعيبة الأهلي. لعيبة الزمان. أه بتؤثر. أه أنت أثرت معاك لعيبة الأهلي في نتيجة المباراة. ولكن في فنال أهلي عنده أيضا السوبر الإفريقي. كان يهمنا إن فيتوريا للمباراة التسعى على التوالي يكون بيفوز. هو طبعا رجل زعلان على المستوى الشخصي حتى أنه هو اتحطم الرقم الذي كان نفسه يعمله. أنه تم المباراة بلا هزيمة. المباراة التسعى للأسف أخذ الهزيمة. ولكن في النهاية أنت يا فيتوريا لم تخسر المباراة بسبب غياب لعيبة الأهلي فقط. ولكن على مستوى إدارة المباراة على مستوى بداية التشكيد. هو حتى أحاول يلحق نفسه كده. لأ نفس الرجل يتغفل في تمن فيتوريا دلوقتي. نسيب فيتوريا دلوقتي. يعني خلينا في كولر دلوقتي. خلينا في كولر دلوقتي. نحن نحن بطولة بالضبط. نحن بطولة والموضوع يعني مباراة أعتقد فيها نوع كبير جدا من الفنيات الموجودة وبيتبايز بها كل فريق. وكل عاوز يبقى كعب وعالي عن الأخر في هذه المباراة. طبعا بنتمنى الفوز للنادي الأهلي أولا وأخيرا يعني يكونوا بيمثل مصر. لكن عاوزين نعرف من حضرتك بارح كان كولر عامل اجتماع بيتكلم فيه على فنيات هذه المباراة والتحليل الخاص باتحاد العاصمة. شفت ده ازاي؟ وإيه هي نقاط القوة والضعف الموجودة في اتحاد العاصمة اللي ممكن يقدر يلعب عليها ويشتغل عليها كولر للمرور بسلام أو بنتيجة كويسة في هذه المباراة. طبعا المقارنة بين الأهلي وبين اتحاد العاصمة هي مقارنة ظالمة للأهلي لأن في النهاية أنت بتلاعب آه بطل الكونفيدرالية ولكن هو فريق على مستوى عشان ناس تبقى شايفة وعارفة هم راحين يلعبوا مين اتحاد العاصمة انت مقابلتوش تقريبا غير في 2005 على ما تذكر وفست في لقاء الذهاب هناك في جزائر واحد سفر على ما تذكر وتعادلت هنا في القاهرة اتنين اتنين جيل تريكا وبركاتو كان الجيل الذهبي ليه النادي الأهلي فكانت اتحاد العاصمة ليه شكل ولون وطعم وريحة طبعا لكن السنة دي لما تيجي تكلام اتحاد العاصمة السنة والسنة اللي فاتت هو طبعا على مستوى البطولات القرية يمكن اول بطولة قرية ياخدها اتحاد العاصمة حاجة تحترم طبعا وبيحلم الراجل اللي هو عبد الحق بن شيخة ان هو يكسب على حساب الاهلي بطولة جديدة او بطولة تانية يقولك وليما لا من حق ان انا احلم حتى لو بلاعب بطل افريقيا او بطل افريقيا وده من حقه طبعا كرة القدم نتعترف سوى بالعطاء ولكن في النهاية اتحاد العاصمة هو رابع الدوري الجزائري في الموسم اللي فات هو رابع الدوري الجزائري في الموسم قبل الماضي بعد شبابه الازداد وشبابة القبائل وترتيبه ده يخليك تحس ان انت لا فيه فرق كبير ما بين بطل الدوري المصري بطل دوري افريقيا وما بين رابع الدوري الجزائري وحامل لقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه فهنا المقرنة ظالمة ايضا لما تيجي تتفرج على اتحاد العاصمة الجزائري. هتلاقي أنه هو في مباراته حتى الأخيرة. مباراتين الأخارة في نهائي الكونفدرالية. كان أمام يونج أفريكانز التنزاني. هو راح هناك في تنزانيا عمل مباراة هاي لكسب 2-1. كل الجماهير العربية والجماهير الجزائرية توقعت أنه هو هيفترس يونج أفريكانز في لقاء العودة. لكن خسر بهدف نظيف. فده يحسسك أنه برضو في أزمة على مستوى تحد العاصمة. عنده غيابات طبعا. عنده إصابات. ولكن برضو نجح أنه يقدر يعمل خمس صفقات الفترة الأخيرة على مستوى الدوري المحلي. ولكن حفظة لأقولها المقارنة ظالمة. كافة الأهل أرجع. الأهل يستحق. الأهل كبير. الأهل نادي بطولات. الأهل ثقافة. فوز تحترم على مستوى الإفريقية. على مستوى العالمي. على مستوى تصنيفك. حتى على مستوى العالم. ولكن في نهاية زي ما بقول. بلاش ندي الأمان أولي. لأن كرة القدم لا تعترف سوى بالتسعين دقيقة داخل الملعب. بس نتكلم ومستمرين في الحديث عن المباراة. المباراة التي يخدها بطل إفريقيا أمام بطل ألكم فدرالية. الأهل أمام اتحاد الأصمة. يعني كيف ستكون التوقعات وكيف سوف يكون يعني الخطة التي يخدها كل فريق. هو ده اللي هنعرفه من سامح سمير الناقض. الرياضي سامح. نتكلم مرة تانية. يمكن الأهل راجع ومدعب صفوفه بصفقات جديدة. هل هيقدر اللي هو يعتمد على الصفقات الجديدة اللي قدر اللي هو يقتنسها أو يضمها لألف ريه مؤخرا؟ طبعا. 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 لأن كولر كان بأول ما جاء الناد الأهلي كان بيفكر في كل المراكز اللي موجودة محتاجة تدعيم داخل صفوف الناد الأهلي. لأنه هو جاي وعارف أن فيه تركة إيه لأوي. عارف أن جاي نادي بطلات. عارف أنه جاي لجماهير ما بترحمش. خد فكرة عن الإعلام في مصر شكله عامل إزاي. الأهلي والزمالك والمنتخب والهجوم بيبقى إزاي. هو شاف القصة وشاف اللي حصل لمسيماني وشاف الأهلي لما تعثر وحاول يجيه مدير فني كويس. فالراجل جاي وعارف فيلر في يوم الأيام المشروع السويسي دي كان موجود برضو وكان محترم جدا. وأهدى الدوري للأهلي قبل ما يمشي. فكولر كان جاي واعي جدا. فدخل بشكل محنك كده وبشكل ذكي مع إدارة ناد الأهلي ومع لاعبين ناد الأهلي وكسب اللاعبين بالتواضع وبتسامة دايما بتشوفها في التدريبات وبنشوفها على الشاشات بروح المرح. وهو ذكي جدا. وماشي توفق خطة وأجندة محترمة فالراجل حدد صفقات كثيرة. نجح الناد الأهلي في تعاقد مع لاعبين. يعني قدر أقول أن هم يستحقوا لقب السوبر. وده اللي حنشوفه خلال هذا الموسم لو تكلمنا بوراء والألم يعني الناس ممكن تقول أنتوا مديين الموضوع أقبر من حجمه. لا طبعا لما تيجي تكلم على صفقة زي صفقة إمام عشور. سيبك من أنه هو كان في الزمالك. وسيبك من الاحتقان بين الناديين والكلام اللي هو خلاص بقى عايزين ننساه عايزين يبقى عندنا ثقافة الاحتراف. عندنا ثقافة أنك انت تشجع بشكل محترب. بشكل مهذب. أنك انت تحترم اللعيب وتحترم النادي سواء كان نديك أو نادي المنافس مش الخصمي. خلنا نرتقي شوية. فإمام عشور صفقة هيلة جدا النادي للأهلي. لعب جوكر غير طبيعي. لعب محترم جدا في منتخب مصر على مستوى مركزه داخل النادي للأهلي. محتاجه كويس قوي. وإمام أنا بقول لك أنه ده هياخد لقب الورد الشائف الأهلي. هي من شغلة عالي جدا زيه زي كهربا. وحيطلع يرتقي أنه هو يبقى نجم الشباك داخل الأهلي. وحتشوفه على مستوى الموسم اللي جاي. ده واحد والناس حفظه مش هنتكلم عليه. إنهم عارفينه كويس جدا حد زي ريدا سليم اللي كان بيلعب في الجيش الملك المغربي. قدر أنه هو ياخد بالجيش الملكي الدوري الممتاز بعد غياب 15 سنة عن الدوري قدر أنه يكون تاني أفضل لاعب في الدوري المغربي. قدر أنه يحرز 13 هدف ويعمل 14. السيست بيوجد اللعب كجناح طائر أيمن وجناح طائر أيسر. فدي حاجة تحترم جد ريدا سليم وورقة رابحة ده 35 سنة. يا جماعة 35 سنة أنت اللاعب في مصر بيكمل 35 و36 و37. لكن أنت بتتكلم عن لعب أوروبي لعب فرنسي. لعب في الدوري الفرنسي لعب في الدوري الإنجليزي مع بلاك بيرن في إنجلترا. لعب في الدوري الألماني أيضا مع كولين ومع هوفنهايم ومع بروسيا دورتوموند. وعلى مستوى الأرقام عشان الناس تبع عرفة الراجل فيه مع كولين لعب 157 مباراة. جايب 79 هدف. لعب قبلها مع كولين. مع آسف. مع هوفنهايم. 62 مباراة جايب حوال 26 هدف. حظه كان سيء شوية مع بروسيا دورتوموند. أنه ما أحرصش غير هدفين في 28 مباراة الموسم المنقدي. ولكن كان هدف في بايرن ميونيخ. وكان صفقة حلوة. مكان سباستيان هالر. اللي راحل عن بروسيا دورتوموند. فأنت برضه قدرت تخطف صفقة سوبر. نقدر نقول سوبر على مستوى هذا الموسم على الأقل. أنت تتفرج عليه. قبل ما يتم 36 سنة. قبل ما تقول أنه هو كبر. تقدر تتفرج عليه. تجبع رغبتك في أن يكون عندك رأس حربة داخل السندوق. بمواصفات المهاجم الأوروبي. أو المهاجم السوبر. اللي أنت عايزه إلى جانب كهرباء. إلى جانب سلاح موصل. اللي لجع من الإعارة. بعد ما شريف. مشي. فعلى مستوى هذه السفقات. نقدر نقول أن النادي الأهلي يستطيع خلال هذا الموسم. أنه هو يحقق التوازن. اللي ما كانتش تلاقيه خلال الموسمين الماضية. طيب سمح سريعا. توقعاتك للمباراة. لا طبعا. ما فيش أنا ضد توقعات المباراة. اللي أقول لك 1-0 و2-0 و2-1. ده فشل. أنا بشوفه ده فشل. المباراة هي 90 دقيقة فقط. ولكن طبعا. أرشح الأهلي. أتمنى الأهلي. أتوقع الأهلي. فوز أي إن كانت النتيجة. ما تقدرش تحكمها. ولكن خبرة الأهلي. شخصية البطل. ثقافة الفوز عند اللاعبين. خبرة كولر. الصفقات الجديدة التئيلة. اللي أنت بتحاول تعتمد عليها. الرغبة في الفوز. والرغبة في الحصول على البطولات. كل ده حيرجح كافة الأهلي أمام اتحاد العاصمة. الطموح. بعد موضوع عاصمة الجزائري. ما قبلنا. بس يعني إن شاء الله الأهلي ليه الأفضلية. وبنتمنى أكيد كل التوفيق للنادي الأهلي. ونشجعه إن شاء الله. مرة جاية. تبقى معنا يا سامح. ونحتفل. إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله. إن شاء الله. بنشكرك سامح سمير الناقد الرياضي. كل شكرا لك على وجودك معنا. شكرا لك يا سلام. شكرا لك يا سلام.